السلام عليكم كديري لابس عليكم أموركم هنيا ان شاء الله الفيديو يلقيكم في أحوال طيبة اليوم سوف أختار معكم واحد الأصفار اللي رائع رائع جدا شي حاجة جديدة و انا اكيد سأعجبوا ليداتكم بالنسبة للناس اللي يدروا مشاريع و احد الناس اللي يدروا لك خيب هذا تقدروا تستعمله كمشروع لصراحة شي حاجة جديدة و اتفل مدق هائلة و بالنسبة للمقادر كيف سنحتاجون هنا الكاس باش ختمته انا هاد الكاس اللي كتشوفوا قدامكم انتم ما تقدروا تختموا بأي كاس ماشي مشكل يعني تلعين با اي كاس عندكم تعبرو بي لانا غنعبرو بيه باقي المواد كاملة منسبة كما شفتو ذاك الكاس كنجروا كاس قليلا تقريبا اضفتلي واحد تلوات كاس جلس كارساني كنخلط بالخلاط اليدوي بغيتوا تدروا الخلاط الكهربائي اضفتلي هكذا نجمعوا كل شي في المولينكس اضفتليهم واحد المعلقة كبيرة جلز زبدة دايبة اضفتليهم كذلك بيضة كاملة و ننخلطها كتة نشوف العناصر كلهم نساجموا وضفت لهم حتى واحد الفانية من بعد بالنسبة للتقيق عندي جوج كيسان ونصف تقيق الفورس مغربين اكيد ضفت لهم الملح واحد الخمارة حمراء نخلط الكل مزيان وعندي معلقة صغيرة الخمارة الخبز انتم ما استعملوا اللي عندكم يا حبيبات يا نخرى المعجونة سنضيف واحد الكمية الخالطة والخمارات ونضيف اضطرها باليد يدخل اليدك الدقيق وفي الخليط لدي الحليب لا تحتاج مجهود لا تحتاج منكم وقت لا تحتاج منكم وقت ضغية توجد هذا ولا فونتاج يعني توجد الغداء وتوجدها قدم من بعد سنضيف الباقي اللي بقى اليدك الدقيق سأجد السعنة لا تحتاج منها لدينا عجينة تستطيع التلصق لدينا عجينة خفيفة بزاف. انتم ما دا با نوريكم القوام ديلها. مما تبدو تخلطو حتى تخليكم هاداك الدقيق اه مع باقي المكونات. ها انتم ما شفتو الشكل دي لكي كي يكون كتكون غايمان خفيفة. صافي هنا يا غدي نحاول انني نحيد هديك العجينة من اللي ديالي. وغدي ندير شوية زيت في دي باش يسهل علي انني نجمع العجينة. وغدي نغطيها ننجمها تقريبا تخمر واحد خمسة واربعين دقيقة ساعى الارب هاكا قدت بقية الخمر من اللي دقيقة. على شكل antibiotic في طريقة باش هكا يساعدنا bermakat todosNas le pas de la ta? ما تخافوش. على شكل الناメ�z ges Marcus. ما تخافوش음ige وانا ما تكفي انكم مشمعوها. لانا غنجمها واحد قبيع اكترا تخمر واحد خمسة واربعين دقيقة يعني الشي اللي هدي يخليها ها لدي تمسك والغدي تزيد لشربك ستشربك سهلا. او م غدي يجب عليها خفيفة يجب علي الكوريات يجب عليها أرطبين كثيرا يجب عليها البنية يجب عليها بشكل البنية لا يجب عليها صغيراً كثيراً بالنسبة للناس يجب عليها الوليدات والناس الذين يجب عليها المشاريع يجب عليها المشاريع يجب عليها المشاريع ويجب عليها المشاريع بعد مجمع العجين سنجب عليها السلوفان أو نغطيها بأي حاجة توفرة ونجب عليها تخمر مدة ساعة لارو 45 دقيقة بالضبط بالنسبة لك أنتو هذه الوصفة تجدوها في البرد تجدو معلقة كبيرة للخميرة لكي تخمر لكم نحن صهد نكتفيه معلقة صغيرة بعد مرات 45 دقيقة وضعف الحجم سنأخذ العجينة ونحاول نخرج منها الهواء اللي فيها ثم يكتب عليكم العجينة تمسكت شوية وكي تجدوها طبا 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 لا تحتاج منكم لجهد لتعب لتحاجة ونفو سنخرج من هذا الهواء سنأخذ العجينة من المشاركة سنأخذ العجينة سنأخذ العجينة بشويه طقيق ومؤكد أنكم ترشو البلان في نادي تخدمه بالطقيق هذه شيء ضروري لأن العجينة كيف مشتو معنا في الأول لنأخذ العجينة لا تحتاج العجينة سنأخذ العجينة سنأخذ العجينة ونحاول أن نصرحه على شكل مستطيل أو مربع لكي لا تضيع في العجينة ونرققها تقريبا السمك سنأخذ العجينة مبين 8 مم أو 1 سنتين أليس لن استطيع العجينة سنقوم بازل في العجينة كيف ترسح بفضل في القيسات ومثال ينقاط ونطع الأجينة نقطع لأن ينقاط لأن ينقاط سنقاط سوف نقوم بتقريباً بتقريباً ما بين ثمانية مليا متر و واحد سنتيم تقريباً حاولتها نخرجها لماكسيموم الشكل اللي ما نضعش فيه سوف اتخذوا أصغر قطع عندكم دائري أنا هذا اللي عندي صغير وورد قريباً أصغر واحد لقيت هو هذا وهو اللي كندرها به وكيجيني شكل ديالها زوين ونقياس ديالها هو هذك الكوريات هم هادوك غادي نقطع الأجينة اللي عندي كاملة حتى نكمل القياس اللي عندي وبالنسبة للأجينة اللي غادي تشيط غادي نشدها غادي نجمعها ندر لها سلوفان وغادي نخليها جانباً ما غاديش نضع فيها أكيد واحد أشرة دقيقة هكاك ونعود ثانية نسرحها بنفس الطريقة بالنسبة للكوريات اللي قطعت غادي نشدهم غادي نحطهم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ غادي نخليهم غادي خمر عندنا واحد خمسة وعشرين دقيقة لكاللبرد خلوهم قاعد تل نص ساعة واما بين عشرين تل ثلاثين دقيقة باش يزيدوا يتنفخوا لنا كتر هنا يعنيura أنا تندو انه وبي خمروا دست نوجد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ scientists لكي تنفخوا الكويرات لا تتخذ معكم وقت بثاف رأيوا مضغية كما رأيتم كل ما نخوي عليهم الزيت من الفوق كل ما يتنفخوا يأتيون زبونين يأتيون خاويين من الوسط سنستمر بنفس الطريقة حتى نطيب شكلة الكويرات كاملين سننفخوا جيدا لا نقلب تنفخوا الكويرات والجهة التحتانية تكون تحمرت جيدا سننقلب هنا مع الضو يبدأ بحلجين وبرقعين ولكن كلهم محمرين من واحد الشياء لا أريد أن نقطع لكم الفيديو لكي يبدأ لا تأخذوا الوقت لا تأخذوا نهائيا ويوجدوا مضغية ورأيتم كيف تنفخوا نقطع لكم لا تأخذوا 8 سنتيم ورأيتم كلاره ويأتيون خاويين من الوسط هذا هو الأساسي بعد أن أكملت كاملة أخذت شكلة يستحسن أن تأخذوا شوكولة نوتلا لا أصدقوا لدي أخذت شوكولة غيش شوكولة نوعية جيدة وخدمت بها تهوة جزوين ولكن نوتلا تكون أحسن اضعوا في أي طبق تقديم اضعوا الكاملة كمية ويأتيون تقديم شوكولة كخيط يأتي غزال غزال وضروري تكترو الشوكولة لأن السر جلبنا وهذا الشوكولة ونعود نقول لكم بالنيوتلا أحسن تقدروا تديرهم بالكاراميل تقدروا تديرهم بأي حاجة بغيتو لكم الاختيار مهم لكن تديروا نوتلا تديرها نفس الطريقة تديرها بشي بلاستيك أو بوش وهكا تديروا بها خطيطات وتغرقهم مزيان وتقدروا تقدموها بشكل الكريب سواء مع البنان سواء مع الفرز سواء مع أي بخوي بغيتو كيفما تقدروا الناس اللي اسميتو تديروا لهم غير سكر غلاسي يبقى لكم الاختيار ولكن أنا بالنسبة لي كنفضلهم بالشوكولات حتى بالكاراميل صراحة يجيوا زوينين الناس اللي كيبغيوا اللوتوس كيجيوا بهم ولكن نوتلا كتبقى أحسن حاجة أنا هنا فضلت أنني نجي لها غير شوكولات وكيجيوا بنان بغيتكم اللبنة صراحة كيجيوا تجربوهم وأنا واحد المرة قمت بهم غطيت الوجه بالنوتلا وقد قمت بهم خيوط شكلة بيضة محطة وقد قمت بها منذ وقد قمت بها شوكولات وقد قمت بها كم وستخدمت فهو مدوب بشكل ايضا كما يجعلون بشكل أتحصر وكما يقوم بحيث مدوبة بحيث طريف أموروا بطريقة مدينة ونقوم بشكل مدينة ويجعلون بشكل مدينة ومعونه لكن البناء لا تشبهوا منهم ولم يتم احماق فهو نزيل على الكريب ولكن اموروا فهو قم بحيثوا هذا على الكريب والكوفر هذه هي البنات البافس يأتي وعرين 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 وكي سبق وكتليكم هذا تقدروا تفعلهم بروجي بالنسبة للناس الذين يفعلون بروجي مثل ملكة أوريو وهذا الحالة الخشخة والكوفر والكريب وعرين يجب أن يتم تقلوا سخان شوكولة أكيد يعتمدون شوكولة سبينة شوكولة غيش لكي تضعوا الوقت وهم يأتيون غارقين في الشوكولة يعني الشوكولة يجبون ويجبون من الأحسن لكن نوتلا يجبونها في بماغي ومن الفوق يجبونها بخطوط الشوكولة سوف يكون الكالوري هذه المتفق معكم والناس الذين يقولون في التعليق لديك الكالوري ولكن مرة 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 لا يوجد مشكلة هذا هو المتفق اليوم يجبون غنج خفيفة وبنينة ومن المتفق ومن المتفق هنا لا يوجد نفس المتفق ومن المتفق ومن المتفق أصبح جدا ومتفق ومن المتفق يجبون يجبون الزبدة الحليب ومتفق ومتفق شوكولة تقريبا يستحسن ومن المتفق ومن المتفق ومن المتفق يجبون شوكولة ومن المتفق ومن المتفق يجبون هذا هو واعر لأنه يوجد فيه لغوة ومن المتفق ومن المتفق يجبون ومن المتفق يجبون مع شوكولة يجبون ومن المتفق يجبون ومن المتفق سمحوا ومن المتفق ومن المتفق سمحوا أول شيء سوف أريكم 12 كما لا أعلم فتر حتى المتفق لم يكن لم يكن باج ومن المتفق لدي 13 ومن المتفق تجد 13 كما كنت صورة تجد تجد شيء سيجعل كل يوجد صورة ومن المتفق تجد تجد ولكن أول شيء سوف نقوم بإضافة هذه الغشيات نتصبعها هناك شيطاش هنا نقوم بإضافة طبقة جديدة نقوم بإضافة ثم نقوم بإضافة الباقي بالنسبة لجوية المخد سوف نقوم بإضافة اليوم لكي نقوم بإضافة لكي نكمل التخمي للصالون يكون هناك ناشفين سوف نضيب مخطرة نبدأ ل perdценals ثم نقوم بإضافة آرwind من هناك إنها المخدر سوف نقوم بإضافة من أكبر وال conhecer بإضافة على آخر عندما استغلاق إلي فأزافة نقوم سوف نضيف الماء والغبراء سوف نضيف الماء نضيف الماء والغبراء وخصوصا نضيف الماء والغبراء والخبز انا جديد قد الماء والخل يكون دافئ القياس قد دخل البيض والصابون اللعنة السيطرة سوف نضيف الماء والغبراء بدخل البيض من الضوء يأخذ البيض ايكيان سوف نستحجر اي agent اي وحد اخوة التحتاج سوف نضيف الماء تنظر قدامكم عملتها يجب أن يكون هناك طاش تنظر قليل في اخرى سوف تنظر سوف تحضر قليل يجب أن تحضر قليل نضع الشيدر و أمسحت مزيان. ومني كنسالي وكنجي كنناخد الترشون. هادي ناخد الماء. ندير في شوية دي السائل الغسل الاواني. وهدي نغسل في ذاك الترشون مزيان. ومبدن ندوز على الكنابي. باش هكدا بحل كي نقوله بحل غادي نحيد ذاك البرودويل اللي استعملت. وغنحيد كذلك رحة الخل اللي انا البرودويل اللي كتكون في رحة الخل مجهدة. هكدا غادي نمسح شوية. ونبدأ نغسل في الضرشون. ونمسح ونبدأ نغسل في الضرشون. حتى نكمل الكنابي كامل. وانتوما كيف مما كيباليكم قدام عينكم. غرا هدوك اللي طاش كامل اللي كنتو شفتو. غرا ما بقاوش. ورجع الكنابي نقي. فغيمون هاد هاد الخلطة هادي غزالة غزالة بززاف. وهانتوما شوفوا قدامكم. هاد غير اللي ما فاش. اش ذاك افار بوحدو. حالته حالة. يعني افكاس هاد البخودوي. من بعد غادين جنحي للكنابي. وغادين مبدأ نشطب تحت منهم. وادش اللي كتشوفوا في المليو تحت للكنابي هادوك. ذاك الورد المشفف. كانوا البنات كيهزوا. كيبدوا يلوحوا القط اللي كان عندنا سكاي في الدار. المناسبة كنتو سولتوني الي غبر. اه ما بقاش عندي في الدار اه اه شديت وديتوا عند ماما بحكم كان كيضل مسي كين بوحدو في الدار. كي يقنط اه البنات في المدراسة احنا في الخدمة. ذاك شي لشدتنا عند ماما كي مشوها كالبنات كي يشوفوه. منقدر نجيبو هاد العطلة ان شاء الله هي من بعد فاشا رجوع من الصفر. منقدر نخلي عين دماما وحي تحت ومولفوه. المصافين مهم كي سوف نجيبو. اول حاجة سوف نجيبو. نحيي ذاك الغبرة وذاك شلي كي يكون تحت. عاد الساعة سوف نجيبو. نبدأ نمسح فات الزاج اللي عندي. بالنسبة للبرودوي اللي كان ستعمل هو ذاك اكس. او لا اكا ايس ديال بيم. غزل غزل بزاف. منهرج ربطه هو اللي هو المعتمد عندي. يحسم اللي بخودوي كاملين وكي يبقى ارخصهم. سينو تقدروا تديروا غير الما والخل وتمسحوا به. يعني ما تحتاجوش كاع تعقدون الما والخل كي يمسح الزاج من ذاك الشي. ولي طرشون باش كنخدم قلبنات. رهو ما ديال بيم. غزالين. الباكية جوج دايرا بتنشر درهم. اه زوينة زوينة بززاف. المهم كان مسح هادة من قاسات ديال الطوب. بنت ليشي طاشف الحيط كان مسحها. وعاد من بعد كان نجي لها ديال بلينتة ديال الارض كان مسح من الفوق ديالها كامل. كان شي غبراء خملها هادة. كان مسحها. وغادي نجي نجفف تحت بلاصة ديال تحت لكنابي. وديك الساعة غادي نرط لكنابي لكنابي لبلاستهم. اكيد تكمل تشفيفها للدار كاملة مدام بديد بديد. وهنايا هنكون صافي ساليت هادك الشي ها. غادي نجي دابة باش نبريباري الزربية لغتليه. هنوريكم الطريقة كيفاش كان كان صبنها بلامة كي كان قولوغي في الدار. لانما يمكنش أشاك فون بقنتيها اللافاج. حيطا ما كان ما عنديش فين صبن في الدار. لان كان الزربية كانت يجي هم كلهم. بغضون الزربية كانت يجي هم كلهم اللافاج. سافي اش كان دير. كان نخفي فوق الزربية كان حيد طبالي والصندرية لاندي. وهنتما كان نوريكم حلد الزربية كديرا. شوفوا البلاسة اللي كانت مغطيها مغطيها صندرية كي بقات بيضاء. وجنابها كي يولو رتيبا لكم. سيخطو هاد البلاسة هادي. مكرفسة بزاف. وهنا هاد اللي طاش اللي كي بنو لكم كحلين. فاش كي بدو يحرقوا شي حاجة في المدرسة. كي بدو يطير ذاك شي بحر المد مع الهواء وكيدخل. فاش كي قيصوه كالبنات. كي خلي لي اذاك لات رساكك. واذاك الاشكال كان عندي حتى في الكنابي. كان ناخد بيكاربونات والسود كان نديرها في ديك شبيكة وكان ندير بحلقة نغرب لها على الظربية كاملة. وكان خليها. ولكن للأسف كانوا عندي قلال. فاضطريت انني نديرتها الملحة خديت سيخطو كانت عندي ملحة غليظة. ورشيتها على الظربية كاملة. بالنسبة لطلامت او السددر مجموعين دووزت ليها بنتيع لهم الاسبيراتور. سوف يبقى لي غير شرجمة سوف نمسحه. هو ودوك الكادر الذي نديره على الاسبيراتور. انتم كيفما شاهدتم جمعت كل شيء المسائل لديك الجهارة مقدة. جمعت فيها المخاد جمعت فيها الطبلة. سوف نكمل من المدينة هذا ما كان. سوف نقوم بشيرة على مصرحة. والآخر ما كان شيء مجموض كبير. ولكن المدينة شركة تصبح ملحة كبيرة. تصبح عرق. ندخلها في مرشتنا لذلك نظر المدينة بشيرة. ونجعلها ونقوم بشيرة. وننظر جميعا. نكملها. بالنسبة لكي كنت أشعر الناسي لم أكن من أغساباً لم أكن أجد هنا ومجرد هنا وباقي الأن لا أعرف كثيرا والباقي أصدق من المثال يسحني لا أصدق قمتني هنا ومعرفة المثال أجلت أن تتفيفة سوف يكون هناك صالون بنتي دوزت عليه و أنا رشيت عليه هذا و نكمل الباقي إن شاء الله سوف نقول لكم السلام عليكم خليت لكم راحة لبن ولكن ممكن أعجبكم عن نوع من الفيديو لنكمل معكم السلسلة إن شاء الله لنكمل التخمال كل مرة نقذوا شيئا كل مرة نقذوا بغصرة نكملوا إن شاء الله كل شيء